اشتركوا في القناة يعني الانسان الحكيم يتجنب الغضب يبطئ غضبه والفخر الانسان قدام ربنا انه صفح انه غفر اما لو ملك لازم تتحاشى غضبه مش هتقدر تقول له مصد غضبك فاذا مع الملك لازم ترضيه فتاخد رضاه كالطل على العشب عدد 13 الابن الجاهل مصيبة على ابيه ومخاصمات الزوجة كالواكف المتتابع بصراحة اول مرة اربطت الاية دي ببعض يعني ايه كنت هفسرها لكم الابن الجاهل مصيبة على ابيه لوحدها وبعدين مخاصمات الزوجة لوحدها وبعدين اكتشفت انه هما مرتبطين ببعض هو اللي يطلع لمؤخذة في التعبير ابنه مصيبة وهو بيقول كده الابن الجاهل مصيبة على ابيه اللي يطلع ابن يعني تعبير الكتاب يكاد يكون مصيبة على ابويه او ابيه اولا مخاصمات امه مع ابو يعني لو الاب والام دول بتخصمه كتير لازم تتوقع ابن جاهل جاهل طبعا زي ما تعلمناها من سفر الامثال مش معندهش علم لا جاهل بمعنى شخص غير روح شخص بعيد عن ربنا شخص يمين للشر شخص يفقد ابديته في الاخر شوفوا بقى كمية الاباء والامهات اللي هيتسئلوا عن اولادهم في ضياعهم بسبب شكلهم مع بعض وهم فاكرين انه عادي يعني كل واحد بيدور على حقه وكل واحد عاوز يثبت نفسه ولا فاهمين جواز مسيحي ولا عارفين تضحية ولا تواضع ولا حكمة وخدوا على الزعي وخدوا على النكد وخدوا على الخصام ومش واخدين بالهم انه بيطلع منهم صمرة رديئة ابن جاهل مصيبة على ابيه في الزمن ده في رأيي اكتر حاجة في رأيي انا يعني اخطيت تهدد الكنيسة عدم استقرار الاسرة صراعات زوجية وصراعات تربوية اكتر في رأيي حتى من الصراعات العقيدية يعني طبيعي الكنيسة بتتحارب من الدنيا ومن افكار هراطقة لكن في حرب داخلية واضحة ان البيت المسيحي مضطرب بسبب بقى المشغولية في الدنيا بسبب الجاري ورا الفلوز بسبب التلفزيون والفيسبوك انما في الاخر النتيجة ما فيش راجل بيصلي مع امراته كويس والعيال طلع كل واحد مع نفسها وما فيش لغة مسيحية في البيوت فيش الاحترام والتواضع والحكمة والتعامل بادب فالنتيجة ايه الشباب بيبعد عن الكنيسة عملنا كذا كده منقشة مع مجموعات مختلفة اباء كهنة على عمناء خدمة على خدام على شباب الكل اجمع بدون استثناء كل المنقشات دي كل الندوات دي ان في نزيف من الكنيسة يكاد يصل الى خمسين في المية من الشباب يعني ايه يعني الكنيسة بتفقد ولدها شباب واطفال ومن اوائل الاسباب اللي حطوها صراع الاب والام ده باجمع الشباب والكهنة والخدمة يعني كل الجهات المنطبة بالموضوع كلهم شايفين دي غير تقصير الكنيسة في حاجات كتير غير اغراءات اللي برا لكن جزء اساسي طب ليه شاب بيطلع متدين وزميل وضاع خالص البيت غالبا بيبقى البيت واللي اتنين كانوا في نفس الفصل في مدارس الاحد واللي اتنين اتخدموا من نفس الخادم لكن ليه ده كمل وطلع خادم كويس وابن الكنيسة وده ليه زاغ بسفولة غالبا البيت هنا له اساس فعشان كده اول مرة شوف ان في علاقة بين النصين بتوع الاية الابن الجاهل مصيبة على ابيه واحد اسباب جاهله ومصيبته مخاصمات الزوجة كالواكف المتتابع الواكف المتتابع ده زي ما ينزل مطر كده عرفين مطر لما ينزل على حاجة صفيح يفضل يدق ده كده ينقر طول اليوم والليل يخليك عصبي ده الواكف المتتابع فيه ستة كده تلاقوها يعني ما بتبطلش كلام وما بتبطلش مقوحة وغوية خناء وكل يوم تدور على النكد او على الشكل طبعا يبقى الراجل مش عاوز يروح بيته وطبعا لما يتنرفز يبقى هو اللي غلطان وفي مين اللي بيدفع التمن تاني العيال اللي بتتفرج على المنظر فهنا الزوجة الحكيمة لازم تتكلم قليل تتكلمش كتير لازم تعرف تقول ايه وما تقولش ايه وتقوله امتى وتقوله ازا هاي وإلا تبقى واكف متتابع لان في رجالة كتير او يزهقوا من الزن واحنا دايما نقول للستات زنوا على ربنا برحتكم ما بيزعالش بيستحمل ده حتى تبقى حاجة كويسة سبقت الرجالة في وسيط صلوا بالانقطاع لكن على الرجالة لا تعملوش كده لانه مهما كان الراجل ما عندوش طولة بارة بينه فمخاصمات الزوجة كالوكف المتتابع لسه كان عندي واحد يقولي انا لا اذكر في حياتي الزوجية عشرين سنة ان انا قعدت اسبوع من غير خصام مع امراضي طب عندو ضمن استفساري عن عياله ليه بوعدوا عن الكنيسة ده الرد الاولاني ليه ما بيش بيدخولوا الكنيسة ولادك ليه ما فيش اسبوع عدة من غير خصام طب متوقع ايه هو يروح الكنيسة بس الكنيسة بالنسبة لهم عملت له ايه الشباب طالع شايف منظر وحش ما يحبوش اتجوزوا زي ابوهم اللي كله تنهر خناء مع امهم طبعا ده مش معنان الرجال محصومين من الخطأ او ان هما ابرياء لا طبعا ليهم اخطاءهم من كتيرة بس هو ركز على غلطة مشهورة لبعض الستات الوكة في المتتابع الايه المأوحة دي والجدل والكلام في غير وقته والالحاح يبقى واحد عصبي تفضل تستفزه بالكلام طب يا ستي ده الف بحكمة لما تلاقي جوزك عصب يسكتي دلوقت عديه دلوقت خليه بس ينام ويأكل كده ويهدى شوية وبعدين يتكلم معاه على رواقه انما عاوز حقي دلوقت ولازم نتفاهم دلوقت وهو جاي تعبان من شغله وجعانه حالته حال ولو اتكلم كلمة زيادة طبعا تتحسب عليه ويبقى غلطان الابن الجاهل مصيبة على ابيه ربنا ارحمنا يا ما شفت رجالة بتبكي ان ابنه بعد ما رباه صرف عليه وقع في الادمان او وقع في الالحاد او دخل السجنة احساس صعب اي اب طعف مع ولاده بعدين النتيجة شايف ابنه بعيد عن ربنا وحياتهم لخبطة طبعا احساس صعب مفيش حد بيكره ولاده يعني اكيد ما كانش قاصد يوصل لكده طب وصل لكده ليه جهل من ابوه برضو هنا الاب مسؤول لان ابنه ده كان عجينة طريقة عسان كده نفضل نعيد ونزيد اغرسوا في الاطفال اول عشر سنين كل اللي نفسكوا فيه ركزوا مع عيالكم وهم مصغيرين حفظوهم مزامير والحام الزقوهم في الكنيسة حببوهم في الانجيل كرهوهم في الكذب خليهم يتعودوا على العطاء وحب الفؤرة خليهم مهزبين مؤدبين ما يتحكوش على حاجة وحشة ما يشوفوش حاجة وحشة يبقى عندهم كده قواعد مسيحية ثابتة جواهم بعد كده خلاص لما يجبر حتى لو الدنيا كلها بتزقش مال هو خلاص ما بيتزقش لانه ربي الولد في طريقه متشاخة يعني لما يجبر لا يحيد عن الطريق اللي تزرع الابن الجاهل مصيبة على ابيه ومخاصمات الزوجة كلوكة في المتتابع برضو هنا اقول ملحوظة معلش وفاجأ ان بعض المخطوبين اسألهم مثلا هو انتم بتتخانقوا يقولوا اه قد ايه يوم بعد يوم طب يوم بعد يوم مكملين ليه اذا كان في الخطوبة خناء يوم بعد يوم استعجب ومكملين طبعا ده هي الخطوبة معمولة عشان كده لو فيه نكت كتير خلاص بتغضى النظر عن الاسباب يبقى الموضوع ده مش ماشي انما مجتمعنا الشرق يفك خطوبة ده برضو ايه حساس شو ايه لا ستدون الافضل جدا انه خطوبة او علاقة فأولها ما تكملش من انها تكمل بالزق وبعد كده ندخل في مشاكل زوجية يدفعوا تمانها الجيل اللي بعده طبعا ما تتفك الخطوبة ما حصلش هكا بدال مش متفاهمين وفيه خصام كتير احنا لسه على البر فيبقى دي علامة من علامات استقرار المسيرة ممكن يحصل اختلافات سوء تفاهم مرة مرتين تلاتة ويعامل معاملة كده رقية بفكر مستنير ويرجعوا لابونا يرجعوا للناس الكبار يرجعوا مبادئهم يتفقوا على اتفاقات يبقى ماشي كويس اوه انما ورا بعض المشاكل مشاكل لايبقى خلاص واضح ومحدش يتصور ان الطرف التاني هيتغرر مية وتمانين درجة بعد الجواز ده كلام خيالي اللي انت شايفه قصادك هو اللي هيكمل وبعد علماء النفس والتربية والمجتمع يقولوا بالعكس ده بعد الجواز الهجابة تسوق لان الناس يعني ايه بتبقى شوية متحفزة في الخطوبة لكن حتى لو استمر على ما هو عليه طب بمعدل انه كدقية لزومه يعني فانا من الشطارة ومن الحكمة ان الواحد يوزن الموضوع من اوله لو كان مش ماشي بلاش يمشي لانه افضل جدا انه الواحد ما يرتبطش من انه يرتبط ارتباط مدمر يضمر ويضمر ولاده بنفس الاتجاه يكمل يقول البيت وصروا ميراثهم من الاباء يعني يكون ابوك سعيب لك بيت او سعيب لك مبلغ في البنك قطر خير انما ما فيش حد هيسيب زوجه الا ربنا بمعنى ايه اما الزوجة المتعقلة من عند الرب يعني ممكن قال ايام تسيب لك خير لكن الخير ده ما يجيش حاجة زي جنب زوجة عقلة لان لو جات زوجة غير متعقلة البيت والميراث سيروح وهيبقى ضيعت اللي فات كله والافضل انك تعيش عيشة فقيرة مع زوجة مريحة من انك تعيش معك فلوس لكن مش عارف تعيش خاص فهنا بيقول البيت والسروة مراس من الاباء كوي ده بيكلم عن واقع الحياة ان الاباء بيحاولوا يسيبوا لعيالهم بيت وسروة لكن الاهم معرفوش الاباء يسيبوا وهي الزوجة المتعقلة دي لازم من ايد ربنا وبدال قال من عند الرب وقال الاصحاح اللي فات لو تذكره ينال رضا من الرب يعني مركز ان الزوجة دي عطية الهية هنا لازم الشباب يصلوا فترة طويلة في اختيار شريك الحياة اذكر شابه مرة قال لي انا قعدت سنتين اعمل كل يوم خمس مطنيات وانا لسه ببكالوريوس وقول له رب يوم اختار تبعت لي زوجة صلحة وطبعا مراته انسانة زائل فل جميلة يعني روحانية وطقية وبيت حلم بس هو قعد سنتين خوفا من هذا الاختيار يصلي للموضوع من غير ما يكون فيه موضوع جواه قصة ساعات الشاب لما المشاعر تتحرك يقول ابتدي اصلي توما انت مشاعرك هتغطي على الصلح قبل ما يكون فيه اختيار ولا اعجاب صلي كويس واللي ولاده في الجامعة يبتدي يصلي بإلحاح يا رب اسطر عليهم في اختياراته يا رب خليهم يختاروا زوجة من ايدك او زوج من ايدك ويبقى موضوع مليح في الصلاة لان الكلام هنا واضح الزوجة المتعقلة من عند الرب احنا ساعات نطلب حاجات كتير او نطلب النجاح ونطلب الفلوس ونطلب الصحة تابو الزواج ده هيضيع ده كله لو ما كانش الزواج من ايد ربنا مظبوط يبقى يحتاج مننا الى صلاة والى تركيز الكسل يلقى في السبات والنفس المتراخية تجوع يعني الكسل يبان خالص في النوم الكسلان يعشق السرير والنوم يدور هينام امتى ولما ينام ما يرضاش يصحى ولما يصحى يفكر هينام امتى بعدها وهكذا فالسبات او النوم غية الكسلان شاغل الكسلان بينما النشيط تلاقيه اعمال يأجل في نومه اعمال يقوم النوم ده الانسان النشيط او الغيور تلاقي بالنسبة له النوم ده حاجة غصبة عنه مضطر لكن الكسلان لا والنفس المتراخية نفس المعنى تجوع ما هو الكسلان او المتراخي مش هيشتغل ومش هيشتغل بعد شوية هيجوع لانه مش هيكسب طبعا روحيا نفس الكلام يا جماع لو انت تراخيت في صلواتك هتجوع روحيا هتيجي تدور على سلام متلاقيش سلام حكمة متلاقيش حكمة تواضع ما تلاقيش نقاوة طبعا ما تلاقيش ليه ما انت متراخي ما انت كسلان في صلاتك وكسلان في انجيلك وقداسك فالنفس المتراخية تجوع حافظ الوصية حافظ نفسه والمتهاون بطرقه يموت هيا جميلة او حافظ الوصية حافظ نفسه يعني كل ما تلاقي وصية ركز فيها ده امانك ده صمام الامان ليك تحفظ وصية اللسان ما اكثر الوصايا الا على اللسان مثلا لا تدينه مثلا لا تخرج كلمة رضية من افواهكم بكلامك تتبرره بكلامك تدانه لما تحفظ وصية اللسان تحفظ نفسك من مشاكل كتير اوه وتحفظ نفسك يوم الدينونة ان ربنا يجي يقول انت لسانك حل ما كنتش بتقول كلام وحش كتير طب اللي يحفظ وصية العين لان المسيح تكلم عن العين سراج الجسد هو العين خلاص المخ يروء والقلب يروء وتبقى عينه بسيطة لانه حافظ الوصية حافظ نفسه طب مثلا واحد حافظ وصية العطاء ما اكثر وصايا العطاء اعطوا تعطوا ومن يزرع بالبركات بالبركات يحصد واحد مشغول بوسية العطاء خلي بالكوا كل بندلوا عشرات من الوصايا كل فضيلة كل حاجة روحية تقدروا تجمعوا لها ايات كتير لو انت حفظت الوصية تلاقي نفسك حفظت نفسك لانت الكذبان لان نفسك الشطان مقدرش عليها وانت مشغول بوسية ربنا وحفظت نفسك لليوم الاخير اقتنيت نفسك اشتريت نفسك تعبير المسيح ربح نفسه ماذا انتفى الانسان لو ربح العالم كله ايه وخسر نفسه كيف يربح الانسان نفسه بحفظ الوصية كلما تلاقي وصية ركز فيها وحفظها طبعا عملية الحفظ مش مجرد حافظ الاية لا حافظها يعني عايش بيها شغال عليها مركز فيها بتعملها ما كلنا عارفين ان ايات كتير عن العطاء بس يجي واحد زي يطلب طلب تفكر مئة مرة يبقى انت مش حافظ الوصية مستخسر الفلوس او انت كلنا عارفين الوصية الخاصة باللسان ومعا كده تلاقي اللسان يفلت كل شوية طب بيفلت ليه ما انتش حافظ الوصية كويس عارف نصها بس مش حافظها مش حافظها بالمعنى العملي حافظ الوصية حافظ نفسه والمتهاون المتهاون في حفظ الوصية متهاون بطرقه يموت لانك لو ما حافظتش الوصية تموت موت ابدي من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه يا جميل اعوي كمان اولا مجرد التشبيه ده يخلي الواحد مكسوف من ربان كلمة يقرض الرب متخيل ان ربنا بيقترض من انسان ربنا صاحب كل الخير انت مسلف ربنا بتسلف ربنا سلفة يوم ما تدي للفقير طب هو ربنا ده ينفع يستلف ده مصدر كل الخير طب اذا تخيلت ان ربنا مستلف منك تتوقع ايه ده يرد يرد اذا كان زكا اللي حاب ربنا قال ارد اربعة اضعاف طب المسيح يرد قد ايه يبقى انت لما تجيلك فرصة عطاء لو انت فهمها دي فرصة ما تضعهاش من ايدك مش عاوز تزوّح الناس اللي بتطلب منك وعاوز تزوّغ من العطايا وعملت اختصر في العشور يبقى انت مش فهم حاجة انت اللي كذبان لو انت فهمت صح انت تقرض الرب وبعدين يكملها ويقول ايه وعن معروفه يجازي يعني ربنا ما ينساش المعروف يا جزء اللي خاد منك مقدرش يعني ما يحصل كده ممكن واحد تكون وقفت معه مقدرش عملت معه معروفه انت وفرت مش مهم الناس تقدر ده بالعكس اقولك لو انت ناصح تقول يا ريتهم ينسوا ليه عشان يبقى اجرك كاملا عند ربنا يبقى بقى ربنا هو اللي هيجازيك كاملا وانت برضو لو الناس جازتك تبقى خدت جزء من حقك انما ماذا لو كان الناس خدت وجريت تبقى مال افرد واحد استفاد منك استغلك عن معروفك ده الله له المجد يجازيك عسان كده احبائي من الحكمة ان نفحص الفقراء لنرى من الاكثر احتياجا ولكن احذروا لألا تتحول الحكمة الى قسوة يعني كويس ان احنا في الكنيس نحاول نفحص انه اللي جاي يتكلم ده ويطلب يكون برضو محتاج بس خلينا رحماء لانه زمن صعب والناس كلها تعبانة ويفرد واحد يعني ايه عاوزك تساعده فلوس مدارس عياله طيب ما هو يمكن لو في بلد تانية كانت المدارس مدفوعة ببلاش افرد واحد مزنوق في الادوية والادوية غالية ما يمكن في ظروف تانية او في زمن تاني تبقى الادوية دي كلها محدش يشتريها وتبقى حق لكل شخص اذا انت لما بتوفر الحاجات دي للناس ما توقتش تشكك ضميرك وتقول ما تلاقيه سايب الف جنيه عنده بتاعك ما عملتش حاجة غلطة لو ساعدته في حاجات اساسية في الحياة حتى لو افترضنا انه عنده حاجة حاسب تكون هتظلم الشخص المحتاج خوفا من المحتال لان في محتالين اه بس صدقوني المحتاجين اكتر سلو احنا حكمنا انه اغلب الفقراء محتالين ضيعنا نفسنا وضيعناهم خلينا نفترض ان الكل محتاج الى ان يثبت عكس هذا وتأكد انه ليس خفيهم الا ويظهر افردت خدعته مرة مرتين مش هتتخدع تالت مرة هتعرف ان اللي قدامك يعني طلباته مبالغ فيه لكن قصاد كده هتبقى رحيم مع كل البقيين فخليكوا رحماء لان ربنا رحيم بيدينا اكتر مما نطلب واكتر اكيد مما نستحق طب ما نعمل كده مع الناس لان الناس كتيرا دلوقتي مستحقة العطاء بسبب الظروف احيانا يبقى ربه اسرة بيشتغل فعلا وبيكافح يعني مش بنقول بيدلع بس دخله ما يكافحش فعلا دي كتيرا دلوقتي يعني يبقى بيكتهد وبيشتغل عشر اتناشر ساعة طب وبعدين الدخل فعلا ما يكافحش الطلبات يبقى هنا مسؤولية علينا كلنا يبقاش حد فينا بيرمي الاكل واحد تاني مش لقي اكل ولاده هنوفق قدام ربنا ازاي واحنا في نفس الزمن وفي نفس البلد فهنا بيقول من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجهزيه معروف اللي بتعمله ده ربنا لازم يكافحك عليه زي الاية الجميلة اللي في المزمورة تقول توبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب لإكرامه للمسكين برضو مرة واحد من خدام اخوة الرب الحلوين حصلت له حدثة والعربية تقلبت كثم والغريب طلع منها بلا خاتش طبع العربية كلها راح بس ما كانش في لسانه غير ايه بركة الفقر كان مقتنع ان اللي حصل ده بركة الفقر ما هو فاهم الآي في يوم الشر ايه بنجيه الرب طبعا ده مش معناه انه كل الحوادث كده لكن فعلا ربنا بينظر الى المعروف ينظر الى فعل الخير لان الهنا خير وينظر الى الرحمة لان الهنا رحيم فانت بترحم نفسك لما بترحم الفقير انت بتنجي نفسك وبتنجي ولادك بالعطايا لو انت فاهم كده يوم ما تقف قدام ربنا في اليوم الاخير هتقول يا ريتني طلعت كل فلوسي هتقول كده في اليوم الاخير لانك تكتشف انه دي حاجة ثرقت فخلاصك من يرحم الفقير يقرد الرب وعن معروف ويجازيه ادب ابنك لان فيه رجاء رجعنا تاني لحكاية الزوجة والاولاد والبيت ادب ابنك لان فيه رجاء الكتاب المقدس بيوصينا بتأديب اولادنا بس عب لمن ادب ولادنا نصلح بيوتنا زوج وزوجة يبقوا عايشين في سلام في حب في احترام في حياة مسيحية وبعد كده لما يقدب شوفوا بقى الدقة هنا قدبوا لان فيه رجاء لان في بعض الاباء والامهات لما يقدبوا روح انت ما منكش فايدة طبعا لما تقول لابنك كلمة كده انت بتزقه على الفشل كلمة دي تفضل معلقة جواه دعوة للفشل يعني تقول لابنك او ابنتك كلمة مهينة زي كده انت تفقد الرجاء في نفسه انت لو لقيت ابنك واقع في يأس وحاسس انه مثلا متعطل في درسته او خجول زيادة في اجتماعياته او عنده نقطة ضعف تفضل تشجعه لان فيه رجاء انت كاب وام لازم تحط الرجاء قدام ولادكم لان ولادنا في الزمن ده يعني سريع اليأس الجلده كده بسرعة ييأس ما عندوش مثابرة ما عندوش تصميم طب ده محتاج ابوه وام وطول الوقت يقول له انت كويس انت هتنجح انت هتتفوق انت هتبقى خادم حلو فتغرس في دماغ ابنك طموح حلو انه يبقى ابن ربنا ويبقى خادم ويبقى طقي ويبقى ناجح ويبقى ويخدم الناس الرجاء ده مهم جدا في التربية فبيقول قدب ابنك لان فيه رجاء يعني اياك تقدبه وانت بصصله وبصت يأس ما منكش فايد خلاص يبقى ما منوش فايد لكن وانت بتقدبه انت مصر انه يطلع كويس والتقديب يا احبائي يصبقوا الحب ويصبقوا السلام لما يكون الولد ده والبنت ده شبعانين حب والبيت فيه سلام قدب التقديب يجيب نتيجة على طول يوم ما يغلط وياخد تقديب يتعدل على طول ويتعلم الدرس لكن بدون حب وسلام التقديب يبقى قسوة لانه انت بتقديبه ليه وانت السبب ما انت مدتوش حب وانت مش موفر له جوه من السلام والامان فالتقديب هنا يبقى بالنسبة له قسوة كمان التقديب يا احبائي لازم يكون باعتدال في بعض الناس لما تقدب تلاقوها عنيفة عشان كده يكمل الاية ويقول ولكن على اماتته لا تحمل نفسك يعني ما تسيبش نفسك في غضبك تبقى عاوز تقول كأنك بتقول روح موت لانه احيانا في امهات وعبهات فانفعلتهم يعني بيدعوا على اولادهم او بيغلطوا فيهم او بيحسسوهم ان هما متغذين منهم بدرجة تخلي الابن نفسه عاوز يموت او يقترب الى ذهنه فكرة اذا كان ابويا وامي اللي بيحبوني غضبانين علي لهذه الدرجة طب انا عيش ليه بالذات في السن الصغير فاياك تصرب لابنك ان مع التأديب فيه كراهية لا لا مع التأديب فيه حب ربنا بيعمل معانا كده عشان كده الاية اللي قالها القديس بوليس يقول قدبوهم بتأديب الرب وانذار ربنا بيقدبنا صعب نشك في حب اللي مات عشاننا واللي بيدينا الخير ده كل يوم ما يشد علينا ما ينفعش نقوله انت بتكرهنا هتيجي ازاي وانت شايف كل الخير اللي بيعمله معاك وانت شايف الصليب وشايف السماء اللي مستنياك مش هتعرف تقوله انت بتكرهني او انت ما بتحبنيش مش هينفع لكن هتقبل منه التأديب قدب ابنك لان فيه رجاء في الزمن ده فيه ناس لا تميل للتأديب تلاقيه ايه يسيبوا كل عيل برحته سيبوا برحته ده امتى لما يبقى 15-20 سنة عارف المبادئ لكنه هو ست سبع سنين يجذب عادي ويجتمع عادي ومالوش مالوش قواعد طب ازاي يعني فين دورك لا لكن لما يجبر ويبقى عارف المبادئ خلاص احترم بقى حريته كشاب يعني ننقش معاه بأدب لكن كان لازم تأديب بادري عن كده الشديد الغضب يحمل عقوبة لانك اذا نجيته فبعد تعيد يعني ايه افرد اللي قدامه الغضوب برضو دي في التأديب ساعات فيه شباب يبقى عصبي بزيادة اطفال ما ينفعش تفضل سايبه يتعصى بزيادة وتتحك او تسكت لا لانه هيئزي نفسه بكر انت ابوه مستحمله بس الشارع مش هيستحمله لو غضب على واحد في الشارع ما تعرفش اللي هيحصله ولا في الشغل بعد كده لو غضب على مديره مش هيلاقي شغل تاني فانت ما ينفعش تفضل تستحمله وخلاص لا لازم تتفوق وتحط له حدود فبيقول هنا الشديد الغضب يحمل عقوبة يعني لازم يبقى فيه عقوبة للغضب الزيادة ولما تنجي بعد يعيد يعني ما تتصورش ان الغضب هيروح من مرة واحدة تعيد عليه التأديب تاني لان في بعض الامور ما بتخلصه في مرة واحدة يعني صفات زي الغضب مثلا دي صفة للأسف بتبقى تراكمية فاقتلاع هياخد وقت وطبعا كلما تعالج بادري كلما العلاج يجيب نتيجة أقوة كل الخطايا كده الإدمان لو بتدينا نلحقه بادري علاجه أسف الإدانة لو لحقتها بادري الكسل لو لحقته بادري كل ده علاجه أسف لكن حتى لو افترضت إن واحد بقى غضوب زيادة يفضل يقع تحت التأديب مرة واثنين وعشرة لغاية ما يكره الغضب وياخد موقفه من نفسه هو يتحاشى الغضب يضبط نفسه كل ده أنا بتكلم أكتر على أول عشر اتناشر سنة اللي عندنا فرصة نقدب ونحب وندلع ونكبر ونتفاهم ونحكي ونصاحب بعد كده طبعا العلاقة الدنيا بتاخدهم شوي شوي اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيما في آخرتك هنا كأنه نقل من الكلام للأهالي للكلام للشباب فبعد ما قال لنا يا كبار قدبوا أولادكم ما تستكتروش عليهم التأديب هينفعهم رجع بيقول للشباب إيه اسمع المشورة واقبل التأديب لأن فيه شباب لما حد يشد عليه يقفش ويعملها زعلة ويخبط ويرزع طب يا ابني ما دليك ما هو اللي بيعمل كده معك دميه مش أب اعترافك مثلا طب هو بيكرهك ما بيحبك مش خادم معك كبير طب ما هو برضو عاوز لك مصلحتك مش أبوك يبقى أكيد بيحبك يبقى إيه بال التأديب احنا أحيانا اللي نقبل التأديب أحيانا لا نقبل التأديب حتى احنا أكبار بزد بقى في الحطة الروحية لو حسيت حتى مش تأديب مجرد عتاب أو توبيخ من شخص تلاقي نفسك مخك وقد وجاب وتبقى مش قابل الكلام ليه هو حد كبير عالتأديب ما احنا لسه بنغلط كويس خليه ربنا يقدمنا على خفيف كده عشان يسوينا بدل من نفاجأ بنتيجة وحشة في الآخر اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيما في آخرتك يبقى الحكيم في الآخرة يعني يوم آخر العمر يكتشف انه تعلم يتعلم من الأيام الصعبة وتعلم من كلام الناس الناشف وتعلم من النقد اللي جاله وخضع الحاضر لكلام مش على مزاجه كل ده يكون حكيما في آخرته في قلب الإنسان أفكار كتيرة لكن مشورة الرب هي تثبت ساعات الإنسان يبقى متحير عنده مواضيع كتير أو عنده اتجاهات كتيرة يسافر ولا يععد يشتغل ولا ما يشتغلش يكمل ده ولا ما يكملش ده موضوع ده يمشي ولا ما يمشيش أفكار كتيرة في قلب الإنسان طب إيه اللي يثبت في الآخر مشورة الرب طب يبقى تحل إيه روح لربين لما تكون مخك تعبك وده الحمد لله تعريبا عند كل الموجودين انت داوش دماغك لإيه ما تروح له تقول له يا رب ممكن تمشي رأيك انت عمس عوزة مشي دماغي أنا بتعب من التفكير مش بوصل لحقك مشورتك تثبت أنا في قلبي أفكار كثيرة ممكن تثبت مشورتك اعمل اللي انت شايف زقيني على السكة اللي انت عاوزك قفل بقية الأبواب مش هزعل أنا مش عاوزك أفكر بعقلي أنا بخاف من دماغي أنا عاوزك تقول انت كلمة وتخليني أدها عشان أسمعها لما تلاقي نفسك حيران زي التعبير اللي قاله القديس بوليس متحيرين في كل شيء لكن غير يائسين ليه غير يائسين لأنه في الحيرة مستني قرار إلهي يا رب يقول كلمة مش بالمعنى خطايا لا بمعنى كمان قرارات ينفع تلمه ورايا مش انت المسؤول مش انت الكبير تقدر تعمل معجزة وتصلح كل اللي أنا خربته أنا عن جهل خربته أمور كتير أنا استعجلت في حاجات كتير أنا حكمت دماغي ومرضتش أسمع صوتك أنا استعجلت أنا مشيت ورا كلام الناس أنا كنت شايف روحي طب أنا دلوقتي بقولك أنا غلطت كتير غلطت وفي مضاعفات في تداعيات في مشاكل ضخمة بسبب اللي أنا عملته طب أنا ما عنديش حال بس انت عندك كل الحال الفكرة دي مريحة أحباقي إن مشهورة الرب تثبتي عن إيه مهما كنت غلط ربنا بيلام أحكي لكم قصة كده من حياة داود النبي تؤكد الفكرة المريحة دي داود النبي له فترات في حياته كان يبعد عن ربنا خالص يبعد خالص وأشهرها حكاية بالشاب بعديه والزنة والقتل واللخبطة دي لما في مرحلة أخرى عمل حاجة وحشاء تعب من الهرب من شاول فرح احتمى عند مالك الفلسطيني طبعا دي الوحدة غلطة كبيرة عشان يبطل صلاة ويحتمى عند مالك وساني طبعا لازم يدعي إنه بيعبد أوسان زيه المصيبة الأكبر بقى المالك الفلسطيني دا عاوز يقيمه فداود عاوز يزبط نفسه فيروح يقتل من الناس اسمهم عماليق ويرجع يجذب يقوله أنا قتلت يهود عشان مالك الفلسطيني يقول خلاص داود بقى بتاعي لأنه مش ممكن اليهود هيقبله تاني فداود بمكر دحك على ملك جرار ده او الملك الفلسطيني قعد على كده زيادة عن سنة ونص تخيلوا بقى حالة خطية مستمرة سنة ونص وبعدين طلع الملك يحارب اليهود اللي هم شعب داود المفروض فداود قال له اجي معاك طبعا هتبقى مصيبة أكبر لو داود دخل الحرب ضد شعبه يبقى بازة الحكاية خالص ولا يمكن هيبقى ملك اسرائيل بعد كده كان لسه شاوي العيش ربنا دبر شوفوا بقى ربنا يلموا وراءة زي ربنا دبر ان رؤساء جيش ملك جرار قالوا له ايه اللي انت هتعمله بتخلي داود يحارب أهله انت هتصدق اللعبة دي يموتنا كلنا هو في الحرب معنا عشان يكسب رضاهم لا 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 رجع داود لا بتخلش معنا الحرب فطبعا هنا ربنا سطر انه منع داود انه يشارك في معركة كانت تبقى نقطة سودة في حياته وبقيت عمره ما تتصلحش في مصيبة أكبر بقى طبعا دي خدت لها ثلاثة يام ان طلع داود برجالته وعسكر معاهم وكانوا وبعدين رجعوا بعد الثلاثة يام رجع لقى ايه لقى عماليق اللي كان بيضربهم وبيكذب جم انتقموا فخدوا الستات والعيال بتوع داود والستمائة راجل بتوع أسرة وطبعا عماليق دول عماليق دول البربر ما بيرحموش بيموته اي حد فداود يقول تضايقت نفسه جدا لدرجة ان الرجالة كانوا هيموته داود رجالته لان كل واحد مراته وعياله ماتوا هو فاكر كده فهنا طب تتصلح ازاي دي ولا يعرف لهم سكة فتعليهم ثلاثة ايام ودول شعب ما بيرحمش عمل ايه داود بالبالة دي كده صلى وقال له رب لم وراي انا لخبطت الدنيا من ساعة ما جيت عند ملك الفلسطينيين كل اللي عملته غلط كذب وسانية واتحرك من غير مرجع لك واخبطة ما بعدها وراحوا لعياله الستات ينفع تلمه ورايه لبس بقى البورنوس بتاعه دا وصال يا رب رد عليه اطلع وراهم ولا ما اطلعش فيه امل فربنا قال له اطلع قال له هلحقهم قال له هتلحقهم العجيب ولو يمكن امرأة ما حصلت في التاريخ ان هم يحتفظوا بالستات والعيال ويبقوا عاملين حفلة وما حصل لهمش حاجة لغاية ما داود يوصل هو والرجالة ويرجع كل الاسرة وربنا يصلح المشكلة يبقى داود غلط غلط جامد وقرارات خطأ كتير وفترة ضياء طويلة ومع هذا مشورة الرب تثبت رجع ربنا صلح له كل اللي عمله اذا ما فيش حد يقس حتى لو كانت اخطأنا كبيرة يكفي ان احنا نرجع نقول له نعترف بقى ان احنا غلطنا واثرنا لكن الحل عنده مش عندنا في قلب الانسان افكار كثيرة لكن مشورة الرب هي تثبت زينة الانسان معروفة والفقير خير من الكذوب بيربطوها الاباء زينة الانسان يقصد الرحمة اللي كان بيكلم عنه يعني الانسان الرحيم مزين بالفضيلة كل الناس ترتاح له صفة الرحمة بالذات صفة معروفة يعني ايه واحد زي امبا برام مسيحيين وغير مسيحيين في جيله عارفين الراجل ده رحيم اوي للناس كلها فزينة الراجل معروفة يعني حين تتزين بالفضائل مش محتاج حد يكلم عنك خلاص هتتعرف هتتعرف واحد امين اوي زينته معروف واحد ما يكذبش ابدا خلاص كل الناس هتبعى عارفة كده اعداء واصدقاء كلهم عارفين كده والفقير خير من الكذوب يعني ايه لو ربطناها بحكاية الصدقة والعطاء يعني ما تكذبش وتقول ما عندكش الفقر مش عيب الفقر مش عيب لكن الكذب عيب فلا تدعي ان ما عندكش وانت عندك لو انت ما عندكش فعلا تدي ده مش عيب لكن يكون عندك ومش عاوز تدي يبقى عيب اوي فالفقير خير من الكذوب ما هم اتنين ما يقدروش على العطاء العطاء المادي على الال الفقير والكذاب الكذاب اللي بيقول ما عنديش لا عندك لو واحد ما عندوش خالص ربنا مش هستنى منه لكن اللي عنده بيقول ما عنديش لا الفقير احسن منك الغالبان احسن منك لان يمكن اللي فقير لو عنده نص اللي عنده كان هيدي اكتر من كده فالفقير خير من الكذوب ما خافت الرب للحياة يبيت شبعان لا يتعهدوا شر يعني الانسان اللي بيخاف ربنا يعيش حياة هدية ويبقى شبعان روحيا ومصطور جسديا فايه شبعه ده يدوم لغاية ما يسيب الارض لا يتعهدوا الشر الشر ما يقدرش عليه لانه بيخاف ربنا الكسلان رجع للكسل والرخاوة تاني بس وصفها وصف جميل قوي قبل كده كان لنا ايه الكسل يلقى في السبات والطراخ يجوع هنا وصفها بوصف مجازي جميل الكسلان يحط ايده في الصحفة زي اللي هيغمس وبعدين يعود يفكر لسه هطلع ايدي وحطها في بق ايه شغلة صعبة او مش وقر فتعبير جميل الكسلان يخفي يده في الصحفة وايضا الى فمه لا يردها يعني نأجل دي اليوم تاني يعني قد كده تكسل يوصل ان الواحد يبقى مش قادر على خطوة وهي خطوة بذيطة ومصلحته المفروض كأنه عاوز يقول لنا تكسل ده ملوش اخر يعني تكسل تنزل القدس بعد شوية تكسل تقف تصلي الاكبية بعد شوية تكسل تفتح الانجيل بعد شوية تكسل حتى تسمع وعزة بعد شوية تكسل حتى ترشم صليب الكسل ده ملوش اخر طب ليه كده الحقه من اوله ما تتهونش لان الكسل لما بيدخل يعني ياخد في وشه كده ما بيرحمش الكسلان يخفي يده في الصحفة وايضا الى فمه لا يردها اضرب المستهزئ فيتزكى الاحمق يعني ايه لما تلاقي واحد ملخبط خالص في مجتمع معين قدبه بشدة عشان دي رسالة للبعدي بالذات في المجتمعات اللي فيها اطفال اقصد الاطفال اللي هم نص شباب كده الرضع الشديد والتقديب بتبقى رسالة للبعدي يعني في مجتمعنا لو في شدة في بعض الامور ناس كتير هتكش لكن لان في تفويت في حاجات اللي بعده بيجمد قلبه ويغلط وكله بيغلط فهنا بيقول اضرب المستهزئ فيتزكى الاحمق الاحمق اعتبره درجة اهل من المستهزئ مستهزئ ده اللي ايه قلبه جامد ومش همه وبيغلط بمزاجه التاني ده لسه بيشاور عقله لما ينضرب او يؤدب الشخص المخطئ بشدة اللي بعده ياخد حذره ويختش فتقل المشكلة او انتشار الخطيئة وبيغ فهيما فيفهم معرف هنا بقى مش محتاج ضرب انت اللي بيفهم ده انت تقوله كلمتين تفواءه خلاص اذا فيه ناس ينفع معهم التفاهم وفيه ناس لابد من التأديب لانه كلام مهما اكلمت مش هيعجب نتيجة فيه ناس احيانا تحتاج الى شدة شوي فيه قيادة الشعوب كده يعني موسى النبي كان يكلم كتير لكن فيه مواقف مع ان موسى هذا طيب جدا ويتقال عليه ما كان فيه حد حليم زي موسى لكن فيه مواقف كان شديد اوي لان الناس اللي حواليه دول مش سهلين فما كانوش يشوفوا العصايا مش هيتعيد له اضرب المستهزئ فيتذكر الاحماق وابخ ثهيما فيفهمه معرف المخرب اباه وطارد امه هو ابن مغزن ومخجل زي ما ابتدى الاصحاح بحكاية عدد كانت 13 قال الابن الجاهل مصيب على ابيه رجع تاني قال اللي بيغلط في والديه ده ده صعب اوي ده وصل لدرجة وحشة اوي ابن مخزي لانه في الزمن ده الحياة الصورة دي زادت ان فيه شباب لا يحترموا والديهم بس تاني ارجع واقول الغلط على مين على الوالدين هو ما تولدش كده فكونوا بيغلط في والديه او بيرد رد سيء معلش اكيد فيه غلط علينا مش هنقعد نعلق الشماع دايما ان المجتمع فاسد والميديا بتعمل ايه والجيل كلهم لخبط ايو ده صح بس برضو كانوا في ايدينا عجينا طريقة كان ممكن نغرس فيهم الاحترام اكتر من كده كان ممكن يبقى عندهم حب لنا اكتر من كده فما يجيش اليوم اللي يزعقوا فينا كف يا ابني عن استماع التعليم للضلالة عن كلام المعرف برضو رسالة جميلة خلي بالكل صحدة مليان حاجات عن التربية الحاجات المتعبة في الزمن ده ان شبابنا بيسمع تعليم منحرف تعليم ضال يعني في مدارس مثلا انجلترا وامريكا وكندا فيه تعليم في المدارس انه الدنيا طلعت لوحدها والانسان نتاج الطبيعة وانه مفيش حاجة اسمها ربنا المدرسة بتقول كده طبعا ده تعليم منحرف بالنسبة لنا بشوفوا الضغط اللي بيتعرضوا لولادنا بقى هناك انه في الكنيسة يقولوا لهم ربنا خلق وفي المدرسة يقولوا لهم مفيش ربنا ومفيش حاجة اسمها خلق صاحبك طب ده المدرسة بيقعد فيها خمس ايام كل اسبوع ولو قال غير اللي سمعوا في المدرسة هيسقط فبقت فيه اضطهاد من نوع جديد انه المجتمع كله بيقول حاجة عكس الانجل وعكس الكنيسة فهنا الشاطر اللي يقول ابنه يا ابني اللي احنا بنقوله في الكنيسة هو الصح واللي هتسمعه برا مش كله صح من بدري نغرس لازم الكلام ده يبقى تعلم من حضانة قبل ما يدخلوا على المرحلة اللي فيها هيسمع كلام غريب هيقال له راجل مع راجل عادي جواز برضو طيب الكنيسة قالت راجل وسأت في الجواز لازم يسمع الصحة ايه عشان لو تعرض انه يسمع حاجة غريبة يبقى عنده مناعة فهنا بيقول له كف يا ابني عن استماع التعليم للضلالة مرة شاب جاء قال لي كده قال لي انا وصلت من كتر اللي بقراه للإلحاد عدت اقرأ فلسفة وكلام وععدت السنة بقول مفيش ربنا وما بدخلش كنيس وبعدين انشغلت فبطلت اقرأ كلام ده مجرد ست شهور بطلت اغزي دماغي باللي كنت بغزي ده رجع قلبي يقول ازاي ما فيش ربنا وانا متربي في كنيسة وليه حاسس بعدم امان وحنيت للقداس وحنيت لأب اعتراف اول ما ايه كف عن المعلومات الغريبة دي ففي علاج اي شاب ابتدى يبعد مفروض نقفل الحنفية اللي بتنزل مية مسممة دي لكن طول ما فيه افكار غريبة دخلة طبعا احنا مش عارفين نعالك فبيقول له كف يا ابني عن استماع التعليم للضلالة هنا التعليم ما يقصدش تعليم مستقيم يقصد التعليم اللي بيلخبطك ضلالة عن كلام المعرفة هو اسمه تعليم بس بيضللك عن المعرفة الحقيقية بس كل تعليم مصبوط ولا كل علم حقيقي ما تصدقوش ان العلم دايما بريء لا العلم مش بريء قوي العلم احيانا يصاغ الصياغة اللي ترضي المنتفعين يعني اذا كان الناس هتدفع فلوس اكتر فحاجة علمية معينة نطلع لهم المعادلة او النظرية اللي ترضيهم بدل هناخد فلوس بالاخر والناس تصدق والناس تهلل فمش كل العلم اللي موجود الحقيقة علم بريء ونقي لان فيه جيل طالع يؤله العلم وهو العلم طول في عمر الناس ولا العلم ادى حياة اسعد للناس والعلم عمال يطلع انابل وعمال يعمل حاجات ما حدش يبص للعلم كأنه يعني حاجة ملهاش حل وما هذا نحترم العلم جدا العلم كدراسة وبحث طب وما له ربنا ما دينا مخ لكن مش لدرجة التأليه لان حتى العلم يعلم جيدا انه متغير يعني اي عالم حقيقي يعرف يقول لنا بقوله النهاردة بكرة وممكن يتغير اي عالم محترم عارف كده لانه هذا اللي حصل في تاريخ العلم اللي كان بيقول حاجة اللي يجي اللي بعدها يكتشف حاجة تانية يغير فالعلماء لا يجزمون بحقائق لانهما بيبحثوا في الحقيقة كف يبني عن استماع التعليم للضلالة عن كلام المعرفة الشاهد اللقيم يستهزئه بالحق وفم والاشرار يبلع الاسم يعني فيه شاهد كداب يعني ضميره ميت بحيث انه يجي يقول اللي الناس عاوزة تقوله انت شاهد ليه تبقى لقيم وتستهزئ بالحق لو شفت حاجة اقولها زي ما شفتها فالشاهد اللقيم يستهزئ بالحق يعني يغير في الحقيقة بقلب جامد مش فارق معاه وفم بالاشرار يبلع الاسم يعني الشخص الشرير يقول ويغلط ويشتم ويجيب سيرة الناس ويأذي ويشهر ويبلع الاسم مش حاسس انه عمل حاجة زيادة اخر اية القصاص معدل المستهزئين والضرب لظهر الجهال لابدة من قصاص لو لم يأتي القصاص على الارض سيأتي القصاص يوم النهاية عشان كده لو لقيت انك بتعاقب على شيء على الارض صدقني مفروض تشكر ربنا لان ده يمكن شال عنك عقاب ابدي فما يصعبش عليك لو غلطت ودفعت تمن غلطتك باي تمن ده احسن جدا من ان الغلطة دي تبقى محطوطة في الرصيد الابدي فالقصاص معدل المستهزئين يعني الشخص اللي واخد حياته باستهتار ويستهزئ بربنا وبالدينونة وبالانجيل وبالكنيسة له قصاص ينتظروا فعشان كده ما تغيروش من الاشرار لما تلاقون بيتحكوا وشايفين روحهم ومبسوطين بالدنيا ما تغيرش تغيروا ليه لانه ده معدل القصاص ده قدامه نهاية صعبة ومستنياة والضرب لظهر الجهال الجاهل ياخد عصيطين عشان يفوق عشان يتعدل لإلهنا كل ما يجده كرام اشتركوا في القناة